طيب سيف زاهر عجبه أداء الأهل كله لكن إبراهيم فاي عجبه لاعب جدا ولاعب تاني عجبه 500 جدا زي ما هو قال نشوفه الأهل أمتع وأقنع وقدم أداء مرموقا أمام مصر المقصة هي بروفا نهائية سوبر عنوان بفاترينا الأهلي قبل ما يروح نهائي دوري أبطال إفريقيا خلص المرحلة بتاعته بنجاح المطش ما كانش سهل الحقيقة ومصر المقصة صعب الجيم على النادي الأهلي في الشوط الأول تحديدا اللي انتهى بالتعادل الإيجابي واحد واحد إنما أنا عجبني جدا جدا محمد شريف وعجبني جدا جدا 500 جدا محمد مجدي أفشة وعجبني جدا جدا روح لعيبة النادي الأهلي لأنه النهاردة كان فيه أداء جمالي فيه تفاهم فيه مساحات قريبة الشوط التاني كان فيه مزيكة كان فيه مزيكة واللحن كان حلو والمكسب بالنسبة للأهلي مفيد جدا قبل الوصول إلى المحطة الرئيسية والأهم هو نهائي البطولة الإفريقية ده الكلام اللي حب اسمعه النادي الأهلي أبدع وأمتع وأقنع وأقنع دي مهمة جدا وأقنع دي النادي الأهلي هو ركز على ثلاث لعيبة مهمين جدا ربنا موفقهم الحقيقة وبيقدموا أداء كويس بس أنا بتكلم دلوقتي إن اسلوب لعب النادي الأهلي كمان بيقدم لنا تنوع فيه صناع اللعب يعني البساطة الطويلة مش حكر السلية يعملها أيمن أشرف يعملها بدري بنون يعملها لكن البساطة العميقة الستريت ديانجي يعملها أفشا يعملها الشحات طبعا فيه السنائيات ده الجن الثاني بتاع أفشا الشحات شريف كورا ما رزلتش على الأرض حاجة إبداع اشتركوا في القناة